في مطلع القرن العشرين أعلن رجلان أنهما نبيان في الشرق أعلن مرز غلام أحمد القادياني أنه المسيح الذي ينتظره المسلمون والمسيحيون وشرع في إثبات صحة ادعاعاته مثبتاً أيضاً تفوق الإسلام إني صدوق مسلح متردمون سمم معاداتي وسلمي أسلمون إني أنا البستان بستان الهدى تأتي إلي العين لا تتسرم في السادس والعشرين من ديسمبر عام 1899 نشرت صحيفة أريزونا ربابليكان دعوى مرز غلام أحمد القادياني وقالت إنه مصلح محمدي معروف وفي الغرب كان هناك من يدعي أنه تجل لإيليا واسمه أليكزاندر داوي وقد أسس مدينة صحيون في إلينوي مع أتباعه وادعى أنه كان نبياً مرسلاً من الله لتأسيس مملكة سماوية على الأرض ولدهشة وغضب وفرح الكثيرين تنبأ بعودة يسوع المسيح في غضون خمسة وعشرين عاماً وبر ذلك أنه مثل ما جاء إيليا إرهاصاً للمسيح في شخص يحن المعمدان كذلك سيعود المسيح بعد ظهور إيليا الثالث فكانت مدينة صحيون تنتظر بفارغ صدر عودة يسوع المسيح كان داوي يحتقر المسلمين وقال ذات مرة المحمدية واحدة من أكبر الأنظمة في الشرق وسيتعين على الصحيون أن تمحى من الإنسانية تلك الشائبة واصل داوي الاستهزاء بالإسلام مدعياً تدميره ولأن حضرة أحمد عليه السلام لم يستطع تحمل مثل هذه الإهانة للإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعلن المباهلة وقال إنه لن يسفك أي دم في هذه المباهلة والدعاء وحده من سيظهر الحق سواء نجى جون أليكزاندر داوي أو مرز غلام أحمد فالأمر مترك لله كان مضمون المباهلة يتلخص في أن الإسلام دين الحق والمسيحية ديانة باطلة وأنني المسيح الموعود الذي كان سيبعث من الله تعالى في الزمن الأخير وكان موعوداً به في أسفار الأنبياء السابقين وكتبت فيه أيضاً أن الدكتور داوي كاذب في دعوى كونه رسولاً وفي عقيدة التثليث التي يعتنقها ولو باهلني لمات في حياتي بحصرة وألم شديد وإن لم يباهل ففي تلك الحالة أيضاً لن ينجو من عذاب الله انتظرت صحف الرد لكن ساد الصمت لعدة أشهر ما الذي كان المظهر الثالث لإيليا خائفاً منه ربما أجفلته ثقة الكبيرة في الرسالة فاستمرت المقالات التي أعقبت القضية تنتهي بحماس بحبارة لم يقبل داوي التحدي وأعجبت العديد من الصحف بشجاعة حضرة أحمد عليه السلام كانت هذه المباهلات مبنية على قناعة خالصة وفي ديسمبر عام 1903 استجاب داوي تحت ضغط الناس وكتب في صحيفته المسمات أوراق الشفاء هناك مسيح محمدي في الهند كتب إلي مراراً أن يسوع المسيح مدفون في كشمير ويسألني بعض الناس لماذا لا ترد عليه بما يلزم هل تتصورون أن أرد على البراغيث والذباب؟ لو وضعت قدمي عليها لسحقتها وأهلكتها جميعاً الواقع أني أعطيتها الفرصة لتطير بعيداً وتظل حية مارض داوي وكما ذكر المقال المذكور أعلاه تنبأ المسيح الموعود عليه السلام بموت لا يمكن إلقاء اللوم فيه على التدخل البشري وارتأت الصحف أن الوفاة يجب أن تكون نتيجة لسكتة دماغية أو لدغة أفعى بعد ذلك أصيب داوي بسكتة دماغية مفاجئة ومرض مرضاً شديداً فغادر لتلقي العلاج وعلم أتباعه في غيابه أن صحيون كانت في حالة خراب مالي أوضحت صحيفة نيويورك تريبيون رد فعلهم على هذا الخبر المروع وذلك في مقال عنوانه صحيون تطرد داوي تبع ذلك فضحه وتوبيخه من قبل زوجته وجماعته مات داوي وحولح حفنة من الأتباع فقط ورفض رؤية زوجاته وابنه ولم يرث سوى عدد قليل من أتباعه في الصحيون إني صدوق مسلح مترد في السابع من مارس عام 1907 انتهت المباهلة التي جذبت انتباه نصفي الكرة الأرضية في وقت من الأوقات كان دوئي رجل ثروة وصحة وعائلة وشهرة ومستقبل وفي ذلك اليوم مات دون أي شيء منها واليوم بعد أكثر من مئة عام أصبحت مدينة الصحيون هذه التي كانت في يوم من الأيام موطنا لداوي موطنا لمسجد لميرزا غلام أحمد والذي أنشأه خليفته حضرة ميرزا مسرور أحمد أيده الله الذي حصل أيضا على مفتاح المدينة عند وصوله سمي هذا المسجد بمسجد الفتح العظيم أي النصر العظيم وهو تذكير محطم لمهارد الجماعة الإسلامية الأحمدية بما يحدث لمن يهارد الحق هذا هو صدق دعوى المسيح الموعود عليه السلام بحيث لم يتمكن أي مزور ولا ملفق من الوقوف في طريقه وحتى بعد قرون فإن هذه الحقيقة تؤتي ثمارها وستستمر في ذلك إني صدوق مسلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم